بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يصل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملآت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملآت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا نور يا نور يا نور يا نور يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكريك وأستشفع بك إلى نفسيك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكراك وأن تلهمني ذكراك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشعة أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وأظم فيما عندك رغبته اللهم أعظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكروك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك لا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت ظلمت وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومن نكى علي اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك من لي غيرك من لي غيرك من لي غيرك من لي أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوا نفسي ولم احترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وأسرافي على نفسي معتذرا معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا مقرا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف بالركبي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكريك واعتقده ضميري من حبك وبادق صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيتا أو تبعد من أدنيتا أو تشرد من آويتا أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي تسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعا وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعا وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاءه قصير مدة فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدة ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطيك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وان عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكوه ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدتي أم لطول البلاء ومدتي فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر على النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسموا صادقاء لإن تركتني ناطقاء لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادي أنك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياثال يا غياثال يا غياثال يا غياثال يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وضاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤملين لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانا أم كيف يشتمل عليه زفيرنا وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تسجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطاع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقام لكنك تقدست أسماءك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجلث ناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من علي أجريتها أنتهب لي في هذه الليلة وفي هذه كل جرم أجرمت وكل ذنبين كل جرم كل جرم وكل قبيح أسررت وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثبات يا الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرته أو لزق بسطه أو ذنب تغفروه أو خطأ تستروه يا ربي يا ربي ارفع الأياد إلى السماء يا ربي شردك شردك توسل يا الله يا ربي يا ربي يا إلهي وسيده ومولاي ومالك رقي يا من بيدهه ناصيته يا عليماً بضري ومسكنتي يا خبيراً بفقري وفاقتي يا ربي يا الله يا ربي صيح صيح يا ربي عسى الله أن يستجيب دعائنا يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معموراً وبخدمتك موصولاً وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها ورداً واحداً وحالي في خدمتك سرمداه يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا ربي يا الله يا ربي قوّي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرح إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأريد ومن كادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفتان لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وأطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي وأغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منائي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع يا سريع يا سريع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنان ارحم الرأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقاء يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهل وصل الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين نقرأ الآية الكريمة لقضاء الحوائج ولتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ولدفع السوء والبلاء شفاء لمرضانا شفاء لجرحانا رحمتان لشهداءنا أباءنا أمهاتنا اللهم ارحمهم برحمتك الواسع يا الله انصر من نصر الدين اخذل من خذل المسلمين اشغل الظالمين بالظالمين واجعل شيعة أمير المؤمنين من بينهم سالمين غانمين قواتنا الباسلان قواتنا الأمنية حشدنا الشعبي اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا الله أجب المضطر بحق المضطر يا الله ونحن المضطرون يا الله اللهم اكشف عنا السوء والبلاء يا الله وقضي حوائجنا وحوائج زوار الإمام الحسين للدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعيناه حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيراه برحمتك يا أرحم الراحمين والفاتحة مع الصلوات اللهم so شكرا وع harus شكرا شكرا وارحم وارحم اشتركوا في القناة